هي حطما لم تأتي من فراغ استقالة قدمها الرئيس سعد الحرير بعد تسوية لم يلتزم حزب الله وحلفائه بالحد الأدنى من بنودها البداية من إصرار حزب الله وحلفائه على الانتقاس من صورة الدولة وهيبتها أبرز محطاتها الجولة التي نظمها حزب الله للأعلميين عند الشريط الحدودي في تحدي للقرار 1701 والالتزام الدولة به وأيضا استعراض عسكري للحزب في القصير السورية ثم استعراض القوة الضاربة في برج البراجنة واستعراض شبه عسكري للقومي في الحمرة ويوم بدأ الجيش معركة فجر الجرود أنجز حزب الله اتفاقه مع تنظيم داعش بعيدا عن أعين الشرعية اللبنانية فخرج الإرهابيون بباصاتهم المكيفة وعبرت السيادة اللبنانية إلى سوريا النأي بلبنان عن نيران المنطقة شكل البند الأساس في التسوية التي لم يلتزم حزب الله وحلفائه بها فمن هجوم أمين عام حزب الله المستمر على دول الخليجية وقياداتها إلى المساهمة بذبح السوريين والتدخل العسكري في نيران اليمن عبر تدريب الحوثيين ثم تواجد خليا في العراق وفي البحرين وصولا إلى خلية العبدالي في الكويت وبعد إسرار حزب الله وحلفائه على التطبيع مع نظام القتل في سوريا وأعطاء شرعية للأسد عبر البوابة اللبنانية قام وزراء الحزب وحلفائه بزيارات إلى دمشق والتقى وزراء الأسد هي أجواء تشبه الأجواء التي سبقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي ظل هذه الأجواء قال الرئيس الحريري كلمته واعدا بجولة وجولات مليئة بالتفاؤل والأمل بأن يكون لبنان أقوى مستقلا حرا لا السلطان عليه إلا لشعبه العظيم يحكمه القانون ويحميه جيش واحد وثلاح واحد